السلام عليكم و مرحبا بكم في القناة أتمنى تكون بأسرحة و عافية اليوم ان شاء الله سوف نقدم لكم وصفة سهلة و سريعة بمكونات بسيطة و ديدة في نفس الوقت نحتاج الشرائح الدكرومي لنضيفها على شكل رولي مع مربين و الشرمولة سوف نضيفها فئلة بانيني بدون فرن و بدون مقلاد و بالنسبة لأصحاب الرجيم لا يوجد حواجين خفاف لأن الوصفة جيدة بالنسبة للمقادر هذه الوصفة نحتاج بطبيعة الشرائح الدكرومي يعني تكون هكذا حجم كبير لكي ندوروا هكذا شكرا لك كما تشوفوا يأتي بسيطة نحتاج المطار واحد المالقة كبيرة المطار الربيع و شوية ثومة و الحامض نحتاج العطرية فيها الملحة بزار سكنجبيل الخرقم بلدي و التحميرة و شوية السيطة الرومية نحتاج الشرائح نقوم بشوية الملحة و البزار لكي ندخلهم من شوية الملحة و نخلط هذه العطرية داخل الشرائح لكي ننسبة البزار و الملحة لا نقوم بمكوينة الخرق لأننا سنعمروا بهذه الشرائح و حاد الوصفة السهلة لا تحتاج وقت الكثير و نقوم بشكل مرور نقوم بشواهر نقوم بشروع من الحصفة لكي نقوم بشربه لين نقوم بشمل و نتجم بجرد و إ sup تقهم بشكل ملحة خصوصا مع المطار حامض كخلافة نخلط المقادر كاملة مع الربيع نضيف الشرمولة و السيت الحامض تعصريته ليس محل معلقة كبيرة الربيع و ثومة المطار لن يضع المطار يجب عليها ملق الزيت نضيف خلال نصف الجمعة الكبار و زيت نضيف الحامض ستكلم بكثال الحم يخليفته ويكون اوز به خلط المكونات كاملة تجعلها تشكل هذا وحتاج إلى الأعواد للسنان لكي تجمعوا ويجمعوا به لكي لا يتحلش تأخذ بشريحة ويمكنك تتعمر الداخل نضع الشرمولة ونضغر نضغر هذا ونضغر هذه الأعواد سوف نضغر هذه الأعواد لكي لا يتحلش لكي لا يتحلش كي لا يتحلش لكي لا يتحلش ونضغر هذه الأعواد ونضغر هذه الأعواد كما تعرفون أنه سهلة و بسيطة لا يوجد شيء مع قضايا في العمل كثيرا خصوصا بفوق البرد والوصفات في الصيف كنا نقوم بحالة الوصفات في فصل الشيتاء يوجد شيء يسخون ووصفات تقيلة نحن نقوم بحالة مرة و مرة نحاول مع العود تخشيه جيدا لأنه يكون الحم قليلا كما تخشى العود يجب أن يكون قاضح لكي لا يتحرر ونزلتهم يجب أن يشربهم قليلا ونطيبهم ونزلتهم 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 سوف نقلبهم لان التحت لا يوجد ذكات لا يوجد ذكات من فوق سوف نقلبهم لكي تحمرهم من فوق سوف نضيفهم نضيفهم في الطبق بعد طبق لا ترى طيبين يأتي بلدات كثيرة تضيفهم في الطبق وتقطعهم كشرائح بعد طبق يقومون بقطعهم مربعات تضيفهم في الطبق وتضيفهم في الطبق لا تنسوا الأعوال التي تكونون في الداخل سوف نحيدهم ونحيد العودة سوف يكون لحيد الفورمة سوف تضيفهم نتمنى أخواتي أن هذه الوصفة تعجبكم لا تنسوا تضيف لي لايك ونعطيكم وصفات ثانية سهلة و بسيطة كما ترى أولا سوف نرفقه بشكل فريت وضع ثلاثة خفيفة لا تنسوا لايكات والاشتراك إلى أول مرة ترى القناة مع السلامة مع وصفة جديدة إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لجميع ترجمة نانسي قنقر